طيب نسيب الأهل والزمالك نروح للنادي المصري نادي المصري النهاردة أعلن بشكل رسمي الجهاز الفني الجديد للفريق بعد رحيل التوأم حسام وابراهيم حسن الجهاز الفني الجديد للنادي المصري فيه الكابتن ميمي عبد الرازق مديرا فنيا للفريق ومعه الكابتن أحمد الكأس في تجربة ثانية في الدوري الممتاز بعد تجربة سابقة مدرب عام في طلاع الجيش والكابتن طارق السيد أيضا مدرب عام ودي أول تجربة لكابتن طريق السيد في الدوري الممتاز كان دائما مديرا فنيا في دوري الدرجة الثانية ومعه الكابتن محمد معوض مدربا مساعدا والكابتن خالد عبدالله مدربا لحراس المرمى ومجد الألفي طبيبا للفريق مع دكتور أحمد جبالة أخصائي تأهيل ومعد بدني والكابتن محمود جابر مديرا إداريا والكابتن أحمد منصور إداريا ده الجهاز الفني الكامل للمصري طيب